سجلت الكويت تحسناً إيجابياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018 الصادر عن البنك الدولي وصعدت ستة مراكز لتصبح في الترتيب السادس والتسعين من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر حققت ارتفاعاً في رصيدها وفق مقياس القرب من الأداء الأفضل كنتيجة مباشرة لتفعيل الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال عدة إصلاحات قامت بها الكويت لتسهيل الأنشطة الاستثمارية حيث تم تقليص إجراءة بدء الأعمال من 12 إلى 9 خطوات فقط كما انخفض عدد الأيام من 61 إلى 38 يوماً وكذلك انخفضت كلفة بدء الأعمال من نحو 3% إلى 1.7% وفيما يتعلق بكلفة الحد الأدنى لرأس المال انخفضت أيضاً من أكثر من 10% إلى 8.5% من معدل دخل الفرد ما أسهم في رفع رصيد دولة الكويت دولياً إنشاء النافذة الواحدة كان عاملاً إيجابياً فضلاً عن إطلاق مركز الكويت للأعمال ما نتج عنه تسريع إجراءات وتأسيس وتسجيل الشركات كما سهلت الكويت إجراءات بدء النشاط التجاري وتحسين إجراءات التسجيل عبر الإنترنت وهو ما أثنى عليه البنك الدولي الإصلاحات شملت في مرحلتها الأولى ستة مكونات من أصل عشرة مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتلك المؤشرات هي بدء الأعمال واستخراج تراخص البناء وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود وتسوية حالة الإعسار والحصول على الكهرباء وتتضمن المرحلة الثانية من الإصلاحات إنفاذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية والحصول على الاستئمان ودفع الضراء بحلول نهاية العام الجاري وبحسب البنك الدولي فإن دول مجلس التعاون الخليجي نفذت خمسة عشر توصية إصلاح خلال العام الماضي لتحسين مناخ أعمالها وقدرتها التنافسية واعتمدت الكويت إصلاحين يهدفان إلى خلق الوظائف وفقا للبنك الدولي ونفذت دول مجلس التعاون مئة وثلاثة عملية إصلاح خلال السنوات الخمسة عشر الماضية وهو ما يمثل أكثر من ثلث الإصلاحات التي نفذت في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا